ارتياح لقرار رئيس حكومة إسبانيا بدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو ما ميز ختام زيارة وفد إسباني لجيات العيون الساقية الحمراء المشاركون عبروا عن كون القرار خطوة مهمة لتمتن علاقات البلدين هو يوم خاص بالنسبة لي لأن رئيس حكومة بلدي أعلن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية وبالنسبة لي أيضا فهذا مصدر ارتياح كبير لأن الأمر سيساعد على تقوية العلاقات بين إسبانيا والمغرب هذا خبر مهم للمغرب ولإسبانيا ولنا جميعا لذلك أنا سعيد جدا بزيارتنا للصحراء المغربية والتي سنعيد زيارتها مرات ومرات هذه الزيارة تروم ترسيخ العلاقات الثقافية وتبادل المعرفة وتلاقح الأفكار بين الجانبين في إطار مخرجات المنتدى المغربي الإسباني الثاني لجيات العيون الساقية الحمراء وجيات مورسيا الإسبانية هذه الزيارة هدفها التعريف بما حققت الأقاليم الجانبية يقليم جهة العيون الساقية الحمراء بالتحديد من تنمية ومن ازدهار ومن سكينة في ظل السيادة المغربية الوفد الإسباني اطلع على المنجزات بهذه الجهة وعلى المعالم والمرافق الأثرية فيها شملت على الخصوص دار البحر كازامار ومتحف أنتوان دوسانتيك زيببغي ومحمية النعيلة إضافة إلى زيارة مواقع النقوش الصخرية ترجمة نانسي قنقر